تجارب العلوم الماتعة مميزة البيض قالت لك أمك نظامك الغذائي اليوم في وجبة الإفطار بيضة مسلوقة مع الحليب ثم دخلت إلى المطبخ ورأيت أمامك بيضتين متشابهتين واحدة مسلوقة والأخرى غير مسلوقة فكيف تفرق بينهما؟ ماذا نحتاج؟ بيضة غير مسلوقة بيضة مسلوقة سطح مستوي الخطوات واحد أدر البيضة حول نفسها بسرعة ثم ضع إصبع السبابة لإيقاف الدوران لثانية واحدة ثم تركها اثنان قم بنفس التجربة للبيضة الثانية وراقب ما يحدث ماذا حدث؟ ستلاحظ أن إحدى البيضتين توقفت عن الدوران تماماً هي البيضة المسلوقة أما البيضة الأخرى بعد رفع إصبعك بسرعة أعودت الدوران ولو بشكل أبطأ هي البيضة غير المسلوقة الفكرة العلمية تتوقف البيضة المسلوقة عن الحركة عند التأثير عليها بالسبابة لأنها تمثل كتلة واحدة جامدة القشرة والمحتوى الداخلي بينما البيضة غير المسلوقة تعاود الدوران بعد رفع السبابة عنها لأن السائل الموجود بداخل البيضة مستمر في الحركة أثناء وبعد التأثير على البيضة بالسبابة مصطلح القصور الذاتي